تم نقله إلى المستشفى لأنه مريض ولكن بعد لحظات كانت صدمة انظروا ما حدث مرحبا بكم إذ يظن البعض بأن الكلاب هي الحيوانات الوحيدة المعروفة بوفائها وإخلاصها للبشر لكن الحقيقة هي أن العديد من الحيوانات الأخرى تتميز بهذه الصفة أيضا فعلى سبيل المثال خلال ثلاث سنوات الماضية انتشر فيديو لهذا الخيل المدعو بويو ومالكه بالعالم كله وحصد أكثر من 25 مليون مشاهدة لأننا نادرا ما نرى وفاء مماثلا لدى الخيل مثل الذي أظهره بويو اتجاه مالكه ويجر الزكر بأن مالك الخير يعاني من مرض عضول شكل له أزمة نفسية واجعله منغلقا على نفسه طيلة الوقت وغير راغب في التحدث مع أي أحد كان ولهذا أصبح علاجه صعبا بالنسبة للأطباء والممرضين ولهذا قرر أحد أصدقاء المريض إحضار أحد من أعز أصدقائه وهو الحيصان بويو لكن المثير للدهشة هو أن هذا الأخير قد عرف أي غرفة يتوقف عندها دون أن يرى مالكه أو يفتح له الباب لذلك ولدى دخوله الغرفة كان واضح للجميع مدى الوفاء والإخلاص والراباطة القوية بين الخيل ومالكه إذ ظهرت الدموع على عيني الحصان الذي فاجأ الجميع بسبب ردة فعله وتأثيره على المريض الذي اتسم وتحدث أيضا على عكس ما كان عليه فقد تفاجأه أيضا لرؤية صديقه الحصان الذي تأثر جدا لرؤية مالكه في حالة مماثلة ومجددا وعلى عكس ما يعتقده الأغلبية الأحصنة ليست مجرد حيوانات لحمل البشر واتجار الأسقال والتنقل وغيرها من الأمور التي تخدمها فهي تمتلك مشاعر وحاسيس أيضا وكثير من الحيوانات سيقومون بنفس الأمر إن تم التعامل معهم بإحسان وحب ومشاعر صادقة وكانت هذه هي الحالة بالنسبة لبويو الذي تم تسميته بويو حصان القلب نظرا لمدى حنانه ورفقه وتأثره لما أصب مالكه الذي لا يستطيع الخروج من المستشفى بسرعة والغريب في الأمر سبحان الله وجهالة الأطباء تحصن حالة المريض وتفاعله مع الأطباء والممرضين بشكل مختلف تماما عما كان عليه قبل زيارة الحصان له فبسبب الرابطة القوية بينهما والنظرات المتبادلة تجاه عيني بعضهما قرر الجميع مغادرة الغرفة وتركيها لوحدهما وكما أظهرت الكاميرات المراقبة فلم يتبقى للحصان سوى التحدث مثل البشر لأن تصرفاته داخل الغرفة وتركيزه على النظر تجاه مالكه مع ذرف بعض الدموع صدمت الجميع وفاجأتهم وخصوصا الأطباء لأن تأثير الحصان كان أقوى من تأثير الأدوية وغيرها ويجر الزكر بأن المدعو حسن مالك بويو الحالي والأصلي القاتل بفرنسا تلقى عدة تصالات بخصوص إحضار بويو لمساشفيات عديدة بفرنسا وخلطة للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة وقاتلة إذ وبنسبة لكثير من الأطباء ما قام به هذا الحصان وطريقة تعامله مع مالكه المريض وعدة مرضى آخرين تثبت بأنه يحس بمرض الأشخاص ومعاناتهم وبمجرد وقوفه قربهم والنظر في أعينهم يغير الكثير فيهم لدرجة عدم تمكن الأطباء من القيام بما يقوم به بويو أي جعل المرضى في حالة نفسية وصحية جيدة وفي النهاية لا عجب إن قال البعض بأن الحيوانات أكثر وفاء وإخلاصا من البشر سبحان الله فما رأيكم حيال هذا الموضوع يا رفاق أخبرون بآرائكم وتعليقاتكم في قسم التعليقات أسفل الفيديو